اشتركوا في القناة واتباعه الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقائية منوها باستمرار جهود كافة أعضاء فريق البحرين كل في موقعه لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين نؤكد أن وزاعة الصحة ملتزمة بتطبيق التوصيات العالمية للوقاية من الأمراض المعدية من خلال رفع مستوى التزام العامليين الصحيين بتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى من أجل خفض نسبة العدوى المكتسبة في المنشآت الصحية كذلك من خلال رفع معايير السلامة في مجال الوقاية من الأمراض المعدية والوبائية داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية عامة ويتم التأكيد على العاملين الصحيين بشكل منتظم بأهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص نؤكد أن صحة وسلامة العاملين في الصفوف الأولى وجميع الطواقم الطبية أولوية لدى وزاعة الصحة فهم خط الدفاع الأول في التصدي للفيروس ثانيا فيما يخص إجمالي عداد الإشغال في مراكز العزل والعلاج والحجر الصحي الاحترازي فتبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والعلاج 8303 سريع